يشعر به الكثيرون بشكل مختلف الإسرائيليون الفلسطين الذين قتل أحباؤهم الأبرياء ويرون الوقت ما قبل ذلك وما بعد ذلك وحقبت ما بعد ما حدث نعرف ما هو ولا يمكن أن يتخيله العقل فقط بضعة نماذج لهذه الأيام الخمسة وتسعين التي لها وقع مؤلم لدى الكثيرين الذين تأثروا بهذا النزاع إن هذا الأثر الكبير هو الذي لأجله نستمر بالوقوف إلى جانب إسرائيل لنتلافى أن تحدث هجمات سبع من أكتوبر مجددا وأيضا نركز على إعادة الرهائن إلى الديار ولمعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الحماية للمدنيين ومنع اللزاع من التوسع ونعمل أيضا بشكل ملح لسلام دائم ومستدام في المنطقة نؤمن بأن شكوى ضد إسرائيل في محكمة العدد الدولية تحول أنظار العالم عن هذه الجهود المهمة وأيضا إن تهم بالإبادة لا أساس لها ولسيما بأن من اعتدوا على إسرائيل هم حماس وحزب الله والحوثيين وأيضا دعمهم وهو إيران جميعهم يستمرون بالدعوة مجاهرة بالقضاء على إسرائيل وعلى القتل الجماعي بحق اليهود وأتيت إلى هنا إلى إسرائيل بعد اللقاء القادة في تركيا واليونان والأردن والإمارات والقطر والملك العربية السعودية وكل القادة أعربوا عن قلقهم تجاه احتمال تساع رقعة هذا النزاع وجميعهم يستخدمون نفوذهم لمنع من تساع رقعة هذا النزاع ومفتح جباهة جديدة وجميعهم أعربوا عن قلق عميق تجاه الوضع الإنساني وعن عدد الضحايا في قطاع غزة ونعرف بأن مواجهة عدو يقوم بتخندق بين المدنيين ويختبئ من وراء المدارس والمستشفيات هذا يصعب من هذه المسألة وإن الأثر اليومي على المدنيين في التعزى والأطفال هو كبير جدا الحيلولة دون اتساعها والتصعيد الجميع أعرب من قلقها عن تردي الوضع الإنساني نعلم أن مواجهة عدو يختبئ بين المدنيين ممن يغتفون في المستشفيات والمدارس يجعل الأمر صعب جداً لكن الحصيلة على المدنيين عالية جداً وبفتح ما بارك المسالم سيتصل المساعدات وسنعمل على تأمين الطعام والأمن ودون وجود غداء كاف سيكون هناك تبعات ولابد من إيصال المزيد من الطعام والدواء والمياه والسلع الرئيسية لا بد من إدخالها إلى غزة وفور دخولها لا بد من إيصالها لكل من يحتاجونها وإسرائيل ستبدل كل الجهود لرفع أي عقبات في المعابر لإيصالها إلى غزة ومن أجل وصولها بشكل آمن الأمم المتحدة تقوم بدور مهم في معالجة الاحتياجات الإساسية في غزة فما من بديل ببساطة الموظفين الأمميين في غزة يقومون بتمتيل شجاعة غير مسبوقة تحدثت مع المسؤول الأممي لغزة سيد كاك وسيغرد كاك عملت معها قبل سنوات عندما كانت رئيسة البعثة الأممية ولديها ما يتطلبه الأمر لإنجاز هذه المهمة لديها الدعم الكامل من أمريكا ولا بد أن يكون هذا الدعم أيضاً موجود من إسرائيل أمنية وتحديات نسبونيا التحتية وغيرها بدأنا هذا المسار وبدأنا الحديث بكيفية تخطي هذه التحديات أيضاً أوضحت بشكل جليل بأن المدنيين الفلسطينيين يجب أن يتمكن من العودة إلى ديارهم عندما تصبح الظروف جاهزة ولا يجب إرغامهم على مغادرة إخطاء غزة كما قلت إلى رئيس الوزراء بأن الولايات المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً إلى أي اقتراحات إعادة توطين الفلسطينيين خارج إخطاء غزة وقال اليوم رئيس الوزراء أكد لي بأن ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية أيضاً تحدثنا عن التوتر في الحدود الشمالية لإسرائيل مع حزب الله في لبنان ومع الصواريخ اليومية ضد إسرائيل إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل لتأمين حدودها الشمالية ونحن ملتزمون للتوصل إلى حل دبلوماسي يتفادى التصعيد ويسمح للأهالي بالعودة إلى ديارهم للعيش بأمان في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان